تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة شديدة من سيلفي أوروبا اللي بتجيكم مني أنا محمد عوان بالتعاون مع مجموعة آر أمفور أرب في تويتر ويوتيوب ورابط رياع مدريدة الرسمية في العراق حلقة اليوم بعد تأهل رياع مدريدة على أطلنطا إلى دور الثمانية اللي بتجيكم عبر قناة سيلفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها اللي بيقرأوا في كتب التنمية البشرية أكيد مر عليهم مفهوم اسمه قوة الانتظار هذا المفهوم بسيط جدا بيقول لك إذا مرت في الحياة في مرحلة صعبة بتعاني فيها أصبر شوي ما تتوتر ما تتصرف بحماقب أو بتسرع لأنه بكل بساطة استنى شوي ولحاله عقلك هيقدر يلقى بناء عقدراتك على خبراتك على معارفك على معلوماتك أنه يجد الحل ويطلعك من الأزمة قوة الصبر هذه وقوة الانتظار هذه هي السلاح استراتيجي بيملك الزيدان من أول يوم جاء فيه لليوم في كل مباراة كبيرة ودائما عم بيستفيد منه إلا ما ندر دائما عم بيقدر يعاني في البداية ثم شوي شوي عم بتحس المباراة بتنسحب من الخصم وتتفاجأ أنه الريال عم بيتأهل هذا السلاح الاستراتيجي لبيملك الزيدان ربما ما يمكن قياسه بنسبة استحوال أو تمرير أو تزديد ربما لا يمكن رسمه تكتكيا مثلث هون ولا اقتحام من هون لكن بيشعر فيه كل لعب مشعر فيه كل شخص في أرض المعركة إنه هذا الصبر قادر وله مفعول السحر هنحكي بتفاصيل المباراة تفصيل تفصيل بس بدي أطلب منكم تتركوا لايك على الفيديو وإنتوا بتحضروه لو أعجبكم ولو ما أعجبكم كمان اتركوا لايك لأنكم أصحابي واللايك بيساعدنا نوصل الفيديو لأكبر عدد ممكن من المشتركين في القناة عندي أو في الصفحات على السوشيال ميديا لما شفنا قائمة ريال مدريدي رسمية في اللقاء أكيد ممكن تحتار يقول 5-3-2 ولنا ويلعب 4-3-3 لأن الأسماء اللي موجودة بتقدر تلعب بالشكلين لكن مع أول ثانية عرفنا أنه ريال مدريدي حيروح لـ 5-3-2 في المقابل أطلنطة يبدأ بالـ 3-4-2-1 المعروفة عنه والتقليدية بالنسبة لجاس باريني زيدان أعطى جونيور الفرصة أنه يبدأ هذا اللقاء رغم الإشاعات اللي كانت تطلع أنه ممكن إسكو زيدان أكيد فكر أنا متقدم واحد سفر بالذهاب طبيعي جدا أطلنطة يضرط لفوق يعطيني شوية مساحة ولما يكون عندي مساحة أنا بدي لعب سريع مهاري يركن وما في عندي إلا جونيور بهذه القدرات في حين ما كان في أي مفاجأ أخرى لا عند أطلنطة ولا عند ريال مدريد تشكلات متوقعة وأسماء متوقعة من أول نقاط تأهل ريال مدريد اليوم لحظناها من أول لمسة أول من ريال انضغط في الخلف لاحظنا كروس ومودريدش عم بيرجعوا مع بعض الاثنين وعم بنطلب من مدافعي ريال مدريد ما تحاولوا أنتوا اللي تغامروا بالصعود تحت ضغط أطلنطة العالي أعطوا كروس أعطوا مودريدش ببساطة هدول الاثنين احتمال الخطأ عندهم أقل من احتمال الخطأ ربما عند أي لعب في الدنيا حاليا في خط الوسط في مسألة الصعود من الخلف للأمام هذا الشي قلل تأثير ضغط أطلنطة العالي خلاس تنزاف للأمام بالنسبة لهم بدنيا أكثر من أنه فرصة لهم يفتكوا الكرة في منطقة قريبة لكن في البدايات زي ما شفنا عانى الريال شوي قابل ما يدخل بأجواء اللقاء لكن دائما روم المعاناة كان الريال ما عم يغلط مثل غلطة حارس أطلنطة اللي أدت للهدف الأول المباراة اليوم كان لها 15 دقيقة أولى أو خليني أحكي 18 دقيقة ربما بالبداية لها شكل وبعد ذلك شكل آخر لأنه تكلمنا عن قوة الصبر اللي حتلقى لك الحال مثلا في أول 18 دقيقة أطلنت شوي صدم الريال بفكرة استخدام بازالتش في الهجوم بازالتش كان عم بيلعب بأنصاف المساحة ودائما يحاول يسقط إما بين فاران وراموس أو بين فاران وفاسكس وهون دائما كان في حيرة مين اللي لازم يراقبه فدخلت الكرة منطقة الجزاء مرتين وهددوا مرتين في أول ربع ساعة خصوصا أنه كان فاسكس كمان محتار أنا لازم أركز مع هذا اللاعب ولا أركز أيضا مع جوزنز اللي هو يعتبر من أفضل أسلحة أطلنتا لكن بخبرة لعبي الريال مدريد ربع ساعة فقط تم إعادة توزيع الأدوار صرنا نشوف من عب يلعب على هذا اللاعب من عب يلعب على موريال من عب يلعب بازالتش بهدوء وانطبام فهذا الشيء التهديد اختفى تماما شفنا أطلنتا كأنه تعلم من لقاء الذهاب واحد من أكبر أخطاء أطلنتا في لقاء الذهاب في أول 20 دقيقة إنه سمح لريال مدريد يمسك كرة وكأنه كان عم يصبر لكن تلك المسكن للعشرين دقيقة كانت هي السبب في الطرد والمشاكل كلها اليوم أطلنتا دخل العكس قال لا أنا لبدي أمسك الكرة ضغط بشكل عالي ممتاز صح ما فتك فيه كرات خطيرة لكنه دائما كان يجبر الريال مدريد إما إنه يخلي كورت ويطلع الكرة بنوع من التشتيت أو إنه يخلي كروس ومودريتش يحاولوا يطلعوا الكرة بس لبر الأمان بعدين يقع بنزيمة بفخ الضغط في العمق ويبياخدوا منه الكرة أو حتى بعض الأحيان في الجونيور فدائما كانوا قادرين نفسوا بالاستحواذ في النصف الأول من الشوط الأول لكن شوي شوي ريال مدريد بلاش يعرف شو لازم يعمل عشان يمسك الكرة عشان يدخلها شوي شوي منطقة أطلنتا وفعليا صرنا نشوف اللي عمين بدأوا يلقوا بعض بنزيمة بدأ يتحرر أكثر روح على الأطراف بدل دوره اللي كان دائما عم بوقع فيه في الفخ لما يكون بالنص عم بيستنى الكرة صرنا نشوف مندي عم يدخل بالعمق فأسكس ببعض المواقف عم يدخل بالعمق شوي شوي الريال وجد نفسه وجد تدوير الكرة اللي بيعتاد عليها ولما يكون عنده كروس ومودريتش دائما أي مساحة أي زاوية تمرير فهي فعليا تمريرها دقيقة بي في المية وهذه مشكلة أطلنتا الحقية أطلنتا قوي هجوميا لما تكون معها الكرة قوي بالضغط عليك لكن لو عرفت تطلع الكرة وتدخلها نصف الملعب الثاني هنا بتمليش مشاكل أطلنتا لأنه عنده مشاكل دفاعية كثيرة عنده مساحات تظهر كثيرة ما بين خط وسطه وخط دفاعه فشفنا عرضية جونيور الخطيرة ثم شفنا أيضا تميرت منزيمة لجونيور بعد وان تو واللي واجه المرمى وسنددها في لعب أطلنتا وهي أيضا كانت هجم خطيرة ثانية ربما الأرقام بتساعدنا نفهم كيف الريال قدر يغير فلسفة الاستحواذ ويطلع أطلنتا من الكرة ويمتلكها هو في أول 22 دقيقة لكن في 22 دقيقة ونصف الثانيين يعني نصف الشوت في أول كانت نسبة الاستحواذ 70 ب30 لصالح ريال مدريد وبدون كرة أطلنتا فريق عادي جدا 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 ولما الريال مسك الكرة راح الريال للمعركة اللي بيحبها دائما مع زيدان معركة الرتم معركة سرعة اللقاء خفف اللقاء ما بين بطيء ومتوسط وهذا الرتم بناسب ريال مدريد أكثر مما بناسب أطلنتا اللي بيحب يلعب برتم أسرع أيضا بناسب ريال مدريد لأنه بنتيجة لقاء الذهاب 1-0 ومحن نتيجة لقاء الذهاب 1-0 إنه أطلنتا أنا بدي الكرة أنا بدي أجيب التعادل فإنه الطبيعي يصير تسرع بمحاولات افتكاك الكرة وهون لما يكون عندك كروسو مدريد حتصير تشوف مسحات وإنت بتطلع الكرة وبتقرب عمر ماهم وعندك مسح وممكن تشوف تسرع ومن هذا التسرع خطأ حارس أطلنتا اللي تسبب بالهدف الأول لريال مدريد قطعها مودريد مررها منزيمة وما أخطأ أبدا كريم وسجل الهدف الأول ونجح ثلاثة دفاع ريال مدريد جدا اليوم في الشوط الأول بيجعل موريال غير موجود وحتى لما نزل زباتة تم عزله بشكل كبير للغاية يعني حتى لما خرج راموس ودخل ميليتاو ظلت الأمور مستقرة ثلاثة هذا نجح تماما بإنه يقطع الماء والهواء عن المهاجم فبالتالي كان جزء أساسي ولو ما شفنا له فتكاكات عظيمة وتدخلات بآخر لحظة لكنه كان جزء أساسي من تسهيل اللقاء وأكيد لحظتوا التبادل اللي صار بين كروس ومودريد ومسألة مين يصعد ما كانوش يصعدوا لاثنين لاثنين دانوا عارفين لازم واحد يضل وراء لما يصعد مودريد كروس يتأخر ولما يصعد كروس مودريد الهدف دائما من هذا التأخر أنه لأنه بدو يتقدم أحد الأجنحة إما فاسكس أو مندي دائما هذا يكون قادر يغطي مكانه أو قادر يغطي جنب مركز الدفاع لو قلب الدفاع هو اللي خرج يغطي مكانه دور تكتيكي تناوب بين لاثنين ممتاز للغاية منسق 100% طبعا شفنا أنه بازالت تخرج من الشوطين ودخل زباتة كانت فكرة زباتة يكون رأس حرب تقليدي في منطقة جزاء ثم حاولت البحث عنه بالعرضيات فموريال ما كان عم يحاول يكون بأنصاف مساحة بالعكس كان عم بروح كثير على الطرف عشان يحاول يلعب العرضي وهو ريامدريد جاوب هذه الفكرة بأنه ضغطي كويس على أطراف أطلمته منحهم يقربوا من مناحة طق خطيرة لتنفيذ العرضيات وبالتالي الفكرة أصبحت معزولة ثم جاءت في الدقيقة 57 تقريبا إصابة جوزينز اللي هي كانت بمثابة الضربة الثانية الفكرة ما ضبطت الضربة الثانية إصابة واحد من أهم لعبين الفريق وبعدها بدقيقتين وجه جوليور الضربة الثالثة بالتعاون مع سيرجي روموس حصل على كل الجزاء وخلى سيرجي ينفذها وجاء الهدف الثاني إبن كان 100% هو الهدف الحاسم للقاء بغض النظر شو صار آخر نص ساعة بعد الهدف الثاني ريال مدريد مارس لعبته الشهيرة إدارة الوقت بهدوء ويخلي الخصم يتمر منه الوقت دقائق بدون ما يحس بدون ما يشعر تمريره هون تمريره هون سيطرة بالكرة في مناطق ميتة ما إلها معنا والمر للوقت وقدر الريال يخلص الأمور هدف بهدف بينهم بالنهاية خلى النتيجة 3-1 وطبعا لازم ألفت الانتباه بخصوص تبديل سيرجي روموس زي ما أنتم عارفين أنه أكيد مش تبديل دكتيكي هو تبديل منطقي بدني بعد العملية لأجراها ويبدو كان في اتفاق مع الفريق الطبي أنه في دقائق معينة بقدر يلعبها خلال الأسبوع الواحد فلعب دقائق معينة المباراة الماضية ولعب 60 دقيقة اليوم وواضح له فيها اتفاق أنه دا الأمور تمام طلعوا بعد 60 دقيقة ما في داعي لأي مغامرات بسيرجي روموس ومستحيل أختم هذه الحلقة بدون أتكلم عن كاسيميرو لا مغلطتش وعن لوكا مودريتش اللي هم اتنين بواحد لوكا مودريتش اللي قدم أداء دفاعي رائع من حيث التمركز من حيث الافتكاك من حيث قطع الكرات بيشبه دور كاسيميرو ولما معاه الكرة فهو مايسرو فهو ببساطة مودريتش بدون تشبيه بأي أحد آخر في الوسط ممتاز في تغيير اتجاه اللعب ممتاز لعب لما يطلع من ريال مدريد لما تيجي تشوف قيمته الدفاعية الهجومية إدارته للمباراة إدارته للتوتر حتى في اللقاء بتقول قديس سنة ممكن يستقدق ريال مدريد لحن مايقدر يجيب لعب مثل لوكا مودريتش أيضا مباراة رائعة من جونيور بتخليك تقول أصبر عليه أصبر عليه صدقوني الليين فجر أصبروا يعني بستهل الصبر حتى لو ما الفجر بستهل الصبر لأنه أعطى إشارات لأنه ببساطة اليوم آه عمل الأربع خمسة راوغ خمسة وضيع الفرصة أوكي بس في ميزة برجع يحاول دائما برجع يحاول ما عم يستسلم كذيش الناس انتقدته كذيش الناس حاولت تضربه مش زي اللعبين الثاني اللي نكسروا في يا مدريد في شيء بشعر أنا شخصيا أنه في شيء أنا من الناس اللي بحب فينسوس جونيور صراحة وبتعرفه من زمان وأنه براهن عليه ويا خوفي يحرجني آخر شيء بس بالنهاية أنه في شيء عنده الموهب موجودة محتاج تحسين القرار مية في المية طبعا أمام المرمى هاي بده معالجة أبدية يعني بده دكاء إصطناعي يساعده عشان يعرف يخلي الكرة تدخل المرمى بس يميز وما بيستسلم يعني واحد ضيع هذيك الفرصة وبعدها عطول يعمل نفس الانطلاقة وياخذ ركل الجزاء لا هذي قوة شخصية تستهل تصبر عليها ابنوصل هون نهاية حلقة سيلفي أوروبا بذكركم أني أنا محمد عوال موجود فيسبوك تويتر إنستجرام مضروري جدا تابعوني على سيلفي سبورت في يوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله